اتسع صباحنا السبع بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنصيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للانتاج الزراعي والاستصلاح الاراضي في الدلتة الجديدة وخلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير البنية الاساسية اللازمة وتوفير الالات والمعدات من وسائل الرأي الحديثة ومحطة المياه والميكانة الزراعية المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان الرئيس السيسي وجه بمواصلة استخدام نظم الرأي الحديثة في اطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة ادارتها سعيا نحو اضافة مساحة جديدة من الرقعة الزراعية لمصر فضلا عن اقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة تصهم في استيعاب الزيادة السكانية واضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين اعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي انه اصدر تعليمات للجيش بتعزيز القوات في مدينة بخموت وفي خطابه اليومي اعلن زلنسكي ايضا انه وجه رئيس الاركان باعداد القوات للمساعدة في الدفاع عن المدينة المحاصرة كنازل نسكي قد اجتمع مع قادة عسكريين لبحث تطورات المعارك في بخموت نفى وزير الخارجية الصينية تشين جانج ان تكون بلاده قدمت اسلحة لأي من طرفي الازمة في اوكرانيا مواجهن تحذير للولايات المتحدة بعد متكرار سيناريو الازمة الاوكرانية في اسيا وقال تشين جانج ان الحوار لحل النزاع في اوكرانيا يجب ان يبدأ في اقرب وقت ممكن في سياق متصل قال وزير الخارجية الصينية ان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده وروسيا ستزداد قوة بقيادة زعيمي البلدين تنظم النقابات العملية في فرنسا اليوم مظاهرات ضخمة واضرابات قابلة للتمديد في عدة قطاعات استراتيجية وذلك احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد وسعيا لارغام الحكومة على التراجع عن مشروعها وبدأ اتحاد نقابة الاضرابات بشكل تدريجي مساء امس الاثنين للتوصل الى تحرك حاشد فجر الثلاثاء كما قام سائق الشاحنات بنشر حواجز ما زاد من الاضطرابات في وسائل النقل قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو انه طلب من مجلس الامن القومي فتح تحقيق جديد في تدخل محتمل في الانتخابات البرلمانية الكندية الاخيرة مشيرا الى انه سوف يقوم بتعيين مدع خاص للتحقيق في هذه القضية كانت الشرطة الكندية قد اعلنت انها بدأت تحقيقا في تقارير اعلامية اشارت الى معلومات لمخابرات سرية بشأن محاولات صينية للتأثير على الانتخابات البرلمانية الكندية بسبب انتهاكات محتملة لقوانين امن المعلومات اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بانها تفاقم عمدا التوترات بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ويأتي تهم بيونج يونج بعد بدء مناورات جوية مشتركة بين واشنطن وسول قبل تسواحل شبه الجزيرة الكورية وذلك تمهيدا لاطلاق اكبر مناورة سنوية بين البلدين والتي ستمتد في الفترة ما بين الثلاث عشر وحتى الثالث والعشرين من مارس الجاري قالت وكلة استكشاف الفضاء اليابانية ان صاروخ اتش ثلاثة الجديد تم اطلاقه صباح اليوم للمرة الاولى ولكن صدرت اوامر بالتدمير الذاتي بعد دقائق من اطلاقه لفشل محرك المرحلة الثانية من الاشتعال او في الاشتعال وصاروخ اتش ثلاثة هو اول تحديث لمركبة الاطلاق الرئيسية في اليابان منذ حوالي عشرين عاما والتي ستحلو محل صاروخ اتش ثنين مشاهدين ختم الموجز لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميلوا تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود اطاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة والان نعود مجددا لهذا الصباح مع الاستكمال فقرات هذا الملفات هذا الصباح مع زميلة امل صالح تفضل يامن